في ربيعه الثامن قام الطفل الأوكراني أليكساندر غلوشينكو بتطوير لعبة موسيقية لأجهزة الكمبيوتر نظراً بهذا الإنجاز تمكن التلميذ الأوكراني من الحصول على البرتبة الأولى في مسابقة المبرمجين الصغار بالولايات المتحدة نتعرف في التقرير التالي على هذا الطفل الأوكراني المبدع وعلى الاختراع الذي قام به للسلم الموسيقي ما يمثله هنا من أزرار هكذا على مدار أسبوعين من العمل المكثف قام ساشا ببرمجة هذه اللعبة التي اضطر للعمل عليها خلال ساعة الليل أحياناً ونتيجة لولعه بالموسيقى قرر تطوير هذا البرنامج عندما كنت صغيراً كنت أحب العزف على البيانو وقمت بتطوير لعبة خاصة به في هذه اللعبة يمكنك تغيير حجمي وسرعة الصوت نتيجة لعمله هذا فاز مبرمج الصغير بالمركز الأول في مسابقة الألعاب بلوس أنجلوس هذا المستوى كان صعباً كما يقول معليم ساشا الذي يؤكد أن جميع المنافسين كانوا أكبر سناً بصرياً قد يبدو هذا المشروع رسماً بسيطاً لأنه يعمل بشكل متوقع وقد يتولد الشعور كما لو كان كل شيء سيعمل ببساطة ولكن من أجل تحقيق ذلك عليك أن تقوم بالكثير من الجهد لمساعدة لعبة الكمبيوتر يمكنك الاستماع إلى سبع إغاني وقراءة كلماتها ومعرفة كيفية عصفها بالإضافة إلى البرمجة يمارس ساشا الرسم والرقص والرياضة كما يتابع دراسته بشكل ممتاز من وقت لآخر أسأل ساشا سؤالاً ربما نتوقف عن ممارسة بعض الهوايات لكنه يرد باستمرار أنه يحب كل شيء وأنه يرغب في مواصلة ممارستها حالياً المبرمج الصغير يعمل على تحسين لعبته وهناك مخطط لتحسين التصميم إلا جانب إضافة عدداً قليل من الأغاني وترجمت اللعبة إلى اللغتين الإنجليزية والروسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة